اشتركوا في القناة 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 ونحن في الأسئلة حتى ذاك المكلة لا يريد أن يبقى يأكلها معنا يقول لهم أننا كل في بيتي لذلك كل شيء يهرب الوالدين يردوا البال يردوا لأنه يجي تكون معنا يجي تكون واحد وقت استمتاع متع ومتع ومساوي أي إكره وما بثاف المراهقين لا يريد أن يحسوا بأنهم يجب أن يكونوا بأغاندر سافيرا كبير هذا شيء يهمه منوه لا يهمش واليديه وما كيبغيش بالضرورى يتكلم على كيدوز نهاره وإحنا عاد كيدوز نهارك شنو درتي في النهار هما بعدين لابغاوا يتكلموا على نهاره هما نحتاجوا شنائف وما نحسوا بوحدهم بوحدهم ما نتعيوا جاورا ما نحتاجوا شنوني ما نزال مع الأطفال الصغار عنا وحد طريقة لكي نصولهم شو تعلمتي اليوم شو عيش شو كيدوز نهارك هتغي يقولك مزيان شنه أحصل لحظة في النهار ديالك شنه كينشي لحظة اللي عشتها مشيت مهم تاني مشوا معهم في أحد الأسئلة معينة وفاخت مما المراهق خليه هو يجين عندك إلا بغا يعود لك على نهاره نحاولو نجعلو الوقت اللي كان طلبوه يبقى معنا كيف قلنا وقت مريح خلصو يرتاح معنا إلا بغينا يبقى ذاك العلاقة وتواصل حتي إلا كان ذاك الوقت ممتع وحس به وخا ما يعبرش عليه غا يكون أكتر حماس باش يعود هاتجريبا اللي هي التجمع العائلي كنا تكلمنا في واحد الحلقة على التجمع العائلي كنا قلنا زعما ستخيز إمبورتان باش نفكروا في هاتجمع العائلي وخا غير مرة في 15 يوم وخا غير جوج مرات في الشهر كان جمعوا إلا كانوا المستمعين يمكن لهم يرجعوا لدك الحلقة باش يشوفوا كيفاش كان خلقوا دك الاجتماع العائلي وشنو هما الحويجات الإيجابية اللي تتنتج منها المهم ماشي هو دائما نبقى قلسة أنا مع الطفل دي اللي النهار كله قلسة معاه ولم اللي يدخل وانا قلسة معاه إلا دوس مع غير ماما دو كاليتي في النهار دي العشرة الدقايق راه فيه الخير والبركة ماشي لازم وخلص محتي كوش بحادة بمثلا واحد المثال كين بعض الوالدين اللي كي بغير ويربي ولدتهم على أساس أنه راه الوقت ديال الماكلة سواء ديال الغداء ودك تجمع ديال العائلة في لوقت ديال الماكلة للغداء أو للعشرة راه مهم مثلا بساف وكين مثلا في هاد الفترة ديال المراهقة الولد ولا البنت مثلا يقدر يقول لهم ماما صافيغي يجيب ليه ماكلتي مثلا لا فوقش نسمح لي مرة مرة أنه يديرها ولا خسوالي بدأنا نوصل لهم معلومة لأنه راه العائلة كلها مجموعة ودروري أنه في لوقت ديال الغداء تحترام ولا مثلا العشرة اللي كي تجمعوا فيه يحترم فما مسمحش لك أنك مثلا تنعزل ببحدك وتأكل ببحدك هادي قاعدة من القواعد اللي كنا نحطوها معهم بأنه راه وقت العشرة غالي بندباولينا غير العشرة بسبب كل شيء خارج على براء وكي تغيب توفهم دراسة ولكن ربما يكون كان ربما أطفال تيدخلوا في برداء مثلا ولا تصعب على سنة حيث كل واحد فوقش تيدخل راه يمكنه يأكل بحده غير هاد باشي يمشي يأكل يشد علي في بيته هيني ما ستكونش مقبولة ما باشي يأكل بحده بزربة حيث تخصو يخرج ولا مشي مشكل مرة مرة لكي باش قلت لك هاد الممان ديكالي تخصو يكونوا متكررين في يعني عارفين بأن العشرة هادي يكون وقت اللي كان جمعوا فيه كلنا عارفين بأن السبس الأحد ديال العائلة أبغي لا كانت شي خارجة مع الأصدقاء ولا هادا يعني هاد لي ممو هادو خصو ميكونوا من غير هاد شي هادي قاعدة كنحطوها معاهم إلا حطناها معاهم وتقبلوها راكم كليا نعود نصححها بالتي هي أحسن لما ممونا بغيت مشي ندخل لنا كل في بيتي علش رديد دخلتها كل في بيتك شنو شنو لما شنو اللي شنو اللي ميخليكشت ماكيشي مراجعة مثلا لها هذا ولا عندوشت مراجعة لكيقدر مثلا كيقول لما أنا كنوجد الامتيحانات ولهذا ما مبرزت لغي يجي بي لي مثلا صندويتش جيلي البيت ولهذا كتكون مثلا نوعا ما مقبولة مقبولة إلا كات مره فيش حال كيف قلتي حيث كان امتيحان أو ولكن القاعدة هي القاعدة مخصاش تكرر كيف قلنا في هالتجمع العائلي خاسم اللي نجيبه الطفل لنا نحاولو نقشو معاه مواضيع كتهمو كترديه نتكلمو معاه على العطلة نتكلمو معاه على البراميج نتكلمو معاه على آخر فيلم تفرج فيه شنو كانت الفائدة من القصة نقدر نعود له أنا شي تجريبه ولبابا يعود له شي تجريبه وهو مراهق يعني راهكا سنشاركوهم حيث لما شاركنا وشبهتشنا ما تبقاش اتصال بيننا وبينهم هم عايشين في المونت ديال هم احنا عايشين في التعب ديالنا وفي الإرهاق ديالنا ما كان مقاوش نتواصل معا الكوتش على ذكر هاد القادية ديال اننا الوالدين يعودوا للأطفال هم مراهقين يعني شي حاجة ليوقعت لهم كتجربة مثلا في مرحلة المراهقة كيف ما عاشوها عوداني عن خوف الوالدين دائما تبينوا على أنهم را كانوا تقرأوا مزيان كانوا كيجيبوا نتائج مزيانة كانوا يعني مستاقمين كانوا ما كانش فيهم ذاك شطون يعني بحلة ما كانوا شيدلوا شي حاجة اللي هي دائما كتلقى نفس العيق ما كيش قليل أباء اللي كيقدر يقول رات أنا را كنت بحالك ولكن هادي اللي قلتي دابا هي اللي كتساعدهم حتى أنا كنت هكا وتأنا غلط وهكي باش سفت هادي اللي كتعاونهم كتر ما باش نبين بأنني كنت باران إيديال ما يمكنش ما كيناش هاتش يقدروا يقلسوا مع راسهم الأباء ويقولوا أجيم اللي كنت مراهق شنو ما الأغلاط اللي كنت رسر رغي يبانونهم بزاق ديالأغلاط والحمد لله راحنا لما تكوننا فعلا لأنو كتشوف في هاد الحالات متداولة بزاق اللي غاي ساعدهم هي تقولوا حتى أنا عشت واحد تجريبة عشت تجريبة وغلط فيها وهكي فاش صحيتها وهكي فاش هاد شي لي كيساعدهم كتر مش العكس أنو أب متالي ولا أم متالية اللي تخرج عود الطفل المراهق من الغرفة دياله هي ما يتكون عنده واحد ناشاة ريادي هادي لازم منها إلا كانت في المستطاع إلا ما كعشي مكلورة وخي خرج يتمشي غير حدا مهم مهم إلا ما تتوجهش الرياضة كيبقى في واحد الإطار محدود كيتحركوا غيباش يقضيوا احتياجات دياله مطروريها وخرج الحمام أو وخرجي يكون الرياضة ورنشاة نسيخة كينا نشانا أي نوع نشاط كيف مكن وكي يكون عنده برنامج دياله في الأسبوع باش كان عارفوه راه كي يدير هكا وهكا 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 لأنه عنده 3 أو 4 ساعات يعني في الانتخانمان في تمارين دياله ومن تسنوش منه واحد المسألة من تسنوش منه يخرج بوحده ويقولنا بغيت نجلس معاكم مع أنك كين بعد كين بعد المراقل اللي كيدوله ويكون من تسنوش منه ما هنا خصنا نكونوا بعد مرة تيجي ويبغيوا يجلسوا معنا احنا ما تنكونوش مسالين نقول لا هوا ما جايين نجلسوا معنا احنا في التليفون ديالنا احنا في التليفيزيو احنا ما نشاغلين بالعمر ديالنا دونك زعمام ما ننسوش اللي نبغي نوصل لأباء هي ما ننسوش بأن هاد الفترة راه مؤقت راه ماشي سلوك ولا أخلاق نهائي عند الطفل هاد شي اللي دباء الأباء مالي كي بدأوا يتصرفوا مع المراهقة دياله وبأنه راه هاد السلوك راه يبقى فيه دائما راه هاد شي راه غير مؤقت غير الصبر على هاد الابن ولا البنت المراهقة هاد المراهقة يحتاج لواحد وقت كبير باش يلقى التوازن الصحيح بين السلوك دياله وبالحرية دياله راه هو بنفسه راسه ما معاش يعني خصوا واحد الوقت نحاولوا نشوفوا الحياة بالنظرة دياله هو مالي يكون يتعاملوا واحد السلوك اجين دير راسي في بلاستو شوفي بخوف دامباتي لازم هاد الامباتي خصا تكون حاضرة عنك أباء لا دلمراهقين ولا الأطفال ولا مكبر وحاجة واحدة أخرى ما نحاولش نحل المشاكل كلها 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 نونك مني كان بغي نحل المشاكل كلها تنفشل في هاد العملية ونبغي لقى الحل كل شي ونبغي ميمكنش أحسن شيء يمكن لي نهدي للطفل ديالي ولل المراهق ديالي هو الإنسات من اللي بغي يجي تكلم معايا هاد الإنسات مهم جدا وحتى الإنسات ترى عنده القواعد عنده القواعد وشي قلت هالك وكنت عارفك غتطح فهد الفشل يعني كيوردتك هذه التالة الكبار ما كيتقبلوها شو ما تيبغيوها شفعلا خس يعني كيف قلتيني إنسات خسو باش يقدر يستفد من واحد السلوك ما داروش مزيان ما يمكن لك شو قلت له وقلت هالك وش شيء وكنت تبعتيني ما كيستفدش كي يحسب راسورة إيهانة عنده ما قدش عليها وانا في كيف قتقها بنفسه ومعمور ما يعود يجي مرة أخرى أنه يطلب مشورة من لي يجي يطلب منك ولا يشكي عليك هاشو قاعدية وهاشو قاعدية همشي معها بالأسئلة وها وكيف حسيتي براسك في هذه المسألة ولكن تيغسك تعود هات تجريبة تعيشها شنو هيمكن لك تدير شنو اللي غادي تقدر تخليه شنو اللي غا تسحح هكا وخمعنا تسأول أم محمد ريان من ترودانت عندي ولد عنده 17 سنة وبنت عنده 10 سنين ولدي دبا في الباك كان ضحوكي ناشيط لا في الدار ولا مع الناس ولكن هذي ربع شهور تبدل ولا حدودي ما تيقلش مع الضياف ولا مع العائلة ولا معنا كيتغدف المدراسة وفي الأشياء من لي ترجع تيسد عليه البيت دياله وبعد النوبات كان دخل عنده كالقا غير شد دفتار وقلب وتيكتب وسارح ما عمرني سويلته ومالك ولا شنو كتكتب خفته لا يدخل في شي أزمة ولا شي مرض نفسي ماشي سهل على أم محمد رايان شوفها تغيير بهذا الشكل مفاجئ في مرة ولكن حيث قدتك يالله 4 شهور هذي ولكن حتوره ماشي سهل عليه هذي الفترة اللي كيعيشها بزاف دي المسائل كتغير فيه وعزي الضغط ديال اللي ممكن لو يعيشوا بأنه بحكم راح كيدوز الباك دياله أنا فهم الخوف ديال أم محمد رايان ولكن هذي الفترة مهمة تكون قريبة ماشي بالنصيحة والأوامر والخطاب ولما ماشي غدخل عنده تقوله مالك غير سارح مالك غير سارح كتفكر ماشي بحل عركة ولكن بأسئلة جد بسيطة بسيطة واش محتاج لشي حاجة واش محتاج نساعدك نفسي حاجة واش ممكن نقلس حدك شي شوية بلا ما نتكلم بلا ما صمت غير نقلس حدك غير ديك لابروكسيميتي غير ديك القرب القرب من الطفل نقترح عليه نخرج أنا وياه إلا كان محتاج يمشي لواحد المقهى وللواحد الموضع اللي تيعجبو واش تبغي نخرجو نقروا واحد البرنامج أنا وياك نخرجو يعني تكون قريبة له علاش هيك تخاف تسولو حي تخايفة يقول لها شي حاجة اللي ما غادش تقدر تقدر عليها اللي حكومي ممكن ليش نخليها أنا في ذاك اللابيول بحال هاك أسد لي فعلا لربما مثلا في ذاك الوقت اللي هو قال كيف ما قالت كي عنده دائما القلام لربما ما تكتب شعر لربما تكتب خواطر شي حاجة مثلا دراته في ذاك النهار تكتبها ممكن تأمول يعني يكين بزاف جلة معلوم ممكن وهذا كان احترمو الخصوصيات دياله غير هو إلا شافته كيف قالت ربع شهور تبدل زيما بواحد طريقة سريعة لا خاصني نتقرب من الطفل ديالي خاصني نعرف شنو اللي كان حيث يقدر يكون ممكن ما عيش شي حاجة خايبة في الطرق ولكن يقدر يكون عيش شي حاجة زعمه في المدرسة دياله ولا مع الأصدقاء دياله ولا نتقرب معه بأسئلة زعمه راني جوسوي راني أنا معك تساؤل آخر من عند أم كاميلية من أرباط بنتي في العمر ديالها 15 سنة الحمد لله كاتقرب زيان اجتماعية مع الناس كاتمارس الرياضة ديالتانيس غير هو لاحظ أنه عزيز عليها تبقى في الغرفة ديالها تلعب باللعب ديالها عندها مونيكات بزاف كتلبسهم وتبدل وتغني مع المراية خلق عالمها في البيت ديالها عزيز عليها عالم الأميرات في القصص الخيالية ولو يعني غير الرياضة المدرسة والغرفة ديالها أنا كنبغيها تخرج معي للسوق ونقضيه شي غراد مع بعضياتنا يعني تشوف الدنيا والحياة كيفاش دايرة وتعتمد على راسة كتر يعجب هذك العالم ديال كنا مرينا من الده عالم أميرات القصص الخيالية الحمد لله كتقرم زيان اجتماعية مع الناس كتدير رياضة كتلعب في البيت كتغني الله ومعك لحب يكون شي في أمل له يعني هذة الأم كتشبال لها بحالة بنتارة صغيرة يعني باقف دوك القصص يعني عادي إيهو شحل عندها عندها خمسة تأشر سنة خمسة تأشر سنة ها ها فهد المرحلة بدت إليما بغتش تمشي حيث عندها بزيف ديال أمور إيجابية وش هاد الأمرا هي ذكراتهم بنفسها زعمل الحمد لله من اللي كتوصل المراهق كيدير هاد شي كله زعمل الشي الأخر ما كيبقاش يبقى شي مهم يعني هاد الأمر السلبي هادا بنسبة لأم كي يبقى سلبي ولكن في هاد المرحلة إليما بغتش تمشي مع هالسوق ما غا نقولش ماشي مشكل حيت ما كيعنيش ما كيعنيش رام عمرها ما غادي سمشي للسوق هاتش اللي دابة الأم خايفة منه بأنها معمرها كيفاش تعرف تقدى كيفاش تعرف تسواق ما غاديش تبقى في هاتش دائما إلا بغيت نعلمها تعتمد على راسا غادي نبدأ معها في البيت أولا ماشي في السوق نبدأ معها نشاركها في مهام منزلية نعطيها الاختيار باش مثلا تحت المائدة ديال الأكل ولا تجمعها مثلا نقولها أجي تخلي معايا للمطبخ أجي نصوب بواحد الأكلة ولا واحد الحلوة اللي كتعجبك نعطيها الاختيار بغيت نديرها هذه ولا نديرها هذه مني نشوفها عجباتها مثلا تصوب الحلوة نقولها وأجي دابة نخرج ونتقضى وشنو خصنا الحلوة أجي اختاري الشوكولة لعرفها عزيز على الشوكولة أجي تختاري نتين نوع ديال الشوكولة اللي بغيت تصوب به الحلوة وإحنا ماشي مرحلة بمرحلة مرحلة بمرحلة بشي حاجة ما يمكن ليش نحط لها كل شي في مرة واحدة أولا نقول لها صافرة بنتين تيرا كبرتي شوية حيدي من العالم ديال القصص الخيالية وذلك الكسيوات اللي كتلبسي وذلك العالم ديالك في الغرفة يعني بطلق لها مفاجئة ما نقدرش نقولها لها بحل هكا ولكن غادي جفر نكون بانساسو غادي نقول لها أجي نديرو شي حويش خرين لذلك شالاخر غا يقول لي كي ينقص شكرا لك بزاف الكوتش أسماء مغانيم واختصف في التربية الإيجابية على كل هالتوضيحات في موضوعنا الحلقة المقبلة غادي نعرف معاك كيف يتوضع الثقة في المراهق ونساعدوه على أخذ القرارات